اه خلينا نشوف هون طاقتك يا برج تلوم حاليا انت في تقضي اي وقت مع العائلة اه احتمال يكون هذا زواج هلا بح نشوف اه او انت حاليا اه في سعادة اه خلينا نشوف للشخص الوراك اه احتمال يكون ان هو اه قريب منك احد الاقارب او احتمال انت شايفه ان هو مهتم مسلا في الفلوس وفي الشغل اه عمليا مهتم في العمل اكتر ومتنشك اه شايفه انت كمان ان هو مصدر سعادتك وانت شايفه هو استقرار بالنسبة اليك طب خلينا نشوف هذا الشخص شو اه هذا الشخص حاليا اه يمكن هذا الشخص متزوج مستقر لان انا شايفه هون هو حاليا مستقر احتمال هذا الشخص مستقر وانت مستقر اه هو حاليا بحاول يتوازن او في في وضع التوازن لانه اه حاليا في وضع علاقة ثلاثية واحتمال يكون هو حاليا يتزوج او تزوج مسلا جديد ويحاول انه يتوازن بين عقله ومشاعره وكمان اه انت شايفه يمكن ان استقر تزوج او هو اه مثلا اميتك في الحياه هو استقرارك الوحيد وهو طبعا يمكن مرتبط او متزوج اعتقد ان هذا الشخص مرتبط او تزوج وانت يمكن تكون مرتبط وبتقضي وقت مع العيالة مستقر عائليا مستقر عائليا خلينا نشوف شو وضعه حاليا حاليا انا شايفه هو في استقرار في وضعه هو زي ما حكتلكه هو التوازن هو التوازن ومستقر والشخص هذا متوازن ومستقر وهو حاليا اه بيشتغل في موضوعكو او باي موضوع بالحكمة وباستقرار يمكن انتو شايفين انه زي ما حكيتلكو انه هو مسلا اه مو معطيكو مسلا اه اي اهتمام من ناحيتكو طيب هذا الشخص حاليا هو في استقرار زي ما حكيتلكو احتمال يقول انه بيسافر باي بيطلع رحلات او باي اه مسلا هو باي باخد جولات مسلا انتو شايفينه ومتنشكو ومو مهتم هو شو مشاعره من ناحيتكو هو مشاعره كانه هذا الشخص يتمنى انه يوصللكو رسالة معينة كتعبير عن المشاعر وكأنه هذه الرسالة هي اه اه اسف او لانه وانت بعقله الباطني توقم الشالة يعني انت الحب كله فهو كأنه اميته انه اذا انتو منفصلين انه ترجع على بعض عنده اميه في عقله الباطني ومشاعره من ناحيتك انه عنده اميه انكو ترجعه يابر جدا له طيب هذا الشخص يحبك جدا جدا هو شايفك انه انت او مشاعره من ناحيتك انه انت يمكن اظهر منك في العمر اه طيب جدا جدا حسك انك انت طيب احساسه مشاعره من ناحيتك انك انت طيب انه انت اه اه بتحكي الكلامي بطيب اه مش مسلا يعني بحرب او شي لا عندك نوع من الطيبة وهيك حاسس ناحيتك انك انت طيب جدا جدا وهو حاسس مشاعره رايحه لك انه نفسه يكون فرصة جمان فرصة لانه اعتقد هالعلاقة اه مو جديدة هالعلاقة يمكن لها سنين او فترة طويلة لا تقل يعني عن السنتين او ثلاثة يمكن انها تكون جديدة سنة اشهر بس يمكن هذا احساس للشخص انه هو بيعرفك من زمان من عالم اخر وهو مشاعر من ناحيتك زي ما حكيتك اذا هو زعلك فهو اه نفسه يتأسف لك حاليا هم انت شايفه او هو وضعه لاستقرار لكن الشخص اللي مفاكر فيك جدا 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 وهو يعني منجذب لك بطريقة يعني جدا يعني هو مقدرين يتلعب يتلعب من عقلك البطني ليش هو شايفك زي ما حكيت لك لان هو شايفك انه انه انت بعقله الواعي شايفك انه انت شخصيات متعددة عندك شخصيات جميلة جدا جدا يعني انت بتكون وقت فنان وقت بتكون في مسلا كاتب شعر وقت بتكون في طبيب وقت بتكون في اه مثلا اه تقرأ ترد يعني شايفك انك انت متعدد المواهب انت عنده يعني انت طوق مش شعلا يعني انت عنده شايفك انه انت غير عندك شخصيات عديدة طيب جدا جدا اه مثالي يعني طيبة وكمان جميل جميل شكلا يعني جداب شكلا يعني هو منجذب لك بالشكل وكمان هو شايفك انه انت اه عندك مو شخصية وحدة عندك الف شخصية يعني ممكن تصير الدكتور فجأة تصير مهندس فجأة اه شاعر فجأة يعني عندك اكتر من شخصية لهي لدرس انه خليته انت في عقله الباطني توقم الشعلة واحتمال يكون في فرق في السن زي ما حكيت لكم يمكن هو اكبر منك سنة او في اختلافات بينكم في الدول اختلافات بينكم بالعقيدة اختلافات بالديانة اختلافات بالجنسية عدة اختلافات يمكن انت مختلف عنه اه في الطبيعة هو شايفك مختلف يعني مختلف جدا عقله الواعي وعقله الباطني شايفك انك انت مختلف يعني غير عن شخصيته هو شخصيته مستقل ومسلا وبحب الاستقرار وانت لأ انت مسلا بتحب تكون تضحك ساعد اه بتطلع مشوار فجأة يخطر عبالك اه هيك ان عندك اشياء تلقائية يعني عندك تلقائية لنفسك طيب هو كيف شايفك هو شايفك يعني كمشاعره من ناحيتك شايفك انت اه هو شايفك انه انت طيب جدا جدا وانت بتنغلب بسرعة او ما بتحب تخوض معارك مع احد كأنك انت بتسلم سيوفك وبتترك كل اشي يعني بتترك اه الناس غدرها للناس يعني مسلا حدا غدر فيك اه تحكي مسلا منه لله انا ما راح اراجع حقي ولا راح ااخد حقي ولا لا لا خليه لله هو ربنا هو اللي بعاخبه اه شايفك طيب جدا جدا مسالم جدا جدا اه اعتقد هذا الشخص اعتقد انه غدر فيك او اه يعني انا شايفه انه عمل لك شغلة كأنه يعمل لك نوع من اه اعمل عليك فيلم او او اه انا